نخش بقى في الطب زيزي محمد زيزي محمد انا عندي والدتي عندها 63 سنة 62 سنة مريض سكر وعندها كوليسترول وضغط ثلاث حاجات عندها سكر وكوليسترول عالي والضغط عالي هي عندها شكوى بتعبر عنها بانها بيجي لها فوران دم من اسفل منتصف القفص الصدري من اسفل منتصف القصف الصدري فوران دم في المنطقة دي هي بتقول كده وده مكان فم المعدة لا اعلم الفوران بيطلع لحد الدماغ مرة واحدة بدون مقدمات وممكن الموضوع يحصل الله في اي وقت بدون مجهود او بمجهود وممكن وهي نايمة كمان تقوم من التعب دي رسالة تتبروز دي رسالة تتبروز دي 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 من الرسائل اللي تبدي وعي طبي مهم جدا 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 احنا هنا في البرنامج الهدف منه ايه شعبنة الطب يعني ايه شعبنة الطب يعني خلي الطب شعبي يعني ايه خلي شعبي يعني عندك وعي عندك وعي انت سمعت كلمة قبل كده شغالها في مخك حسكت ولا هروح الدكتور الله ده كان البرنامج بيقول كذا 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 لا انا مش حسكت اذا احنا بنعمل وعي دي من الرسائل اللي تخلي الوعي عالي جدا 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 هي قالت ثلاث حاجات كده عندها ضغط وعندها سكر وعندها كل السرول احنا عندنا شوريان اسمه شوريان التاجي شوريان اسمه شوريان التاجي القلب رغم ان فيه دم القلب جوا دم لكن هو عضلة هو عضلة بتنقبطه تنبسط تنقبط تنبسط يبقى عايز يتغذب الدم زي اي جزء في الجسم طب العضلة دي لما تعمل كده عايزة دم ورجلي لما تحرك عايزة دم والمعدة لما تيجي تستقبل الاكل عايزة دم والامعاء لما تيجي تهضم عايزة دم طب اش ما ان القلب عشان جوا دم مش شغلتي الدم جوا القلب هو بيعمله كده لكن العضلة دي محتاجة دم بيجي لها الدم عن طريق شوريانين اسمهم الشوريان التاجي وتاجي لانهم زي التاج من فوق القلب كده شوريان يمين وشوريان شمال اسمهم الشوريان التاجي ده اللي بيغزي عضلة القلب بالدم عضلة القلب دم اه دم جوا القلب جوا دم لكن مش هستفيد منه انا عايزة تغزة زي بقيت الجسم شميعنا المخ يجيلو دم وشميعنا العضلة يجيلها دم وانا عشان جوايا دم ما يجليش دم لا اجييلك عن طريق شوريان يمين وشوريان شمال عندنا ضيق هذا الشوريان في اسباب كتير جدا تضيقه ساعات يضيق بدون سبب ساعات يضيق بدون سبب لكن عندنا عوامل تسرع من ضيق هذا الشوريان طيب الشوريان ده جاي بدم بعشرة جنيه لو ضيقته شوية يبقى كمية الدم اللي جاية بثمانية جنيه طب ضيقته اكتر بخمسة جنيه كل ما ضيقه كمية الدم اللي رايحة العضلة بتقل يبقى لازم احترم هذا الشوريان واحترمه ما يدقش ما يدقش يعني من يوم ما تولد لاخر يوم في عمري احافظ على شوريان التاجية يعني مش عايز اقول انهم اهم شوريان في الجسم مش عايز اقول كده هتقولي طبه المخ والله المخ لو حصل فيه مشكله اهيشل النصري لكن عايش طبه الكله اهو فشل كله و ايه لكن عايش طبه الامعاء انسداد جراحة لكن عايش لكن القلب لو منعت عنه القلب ممكن يتوقف وتوقف القلب تساوي الوفاة فعشان كده الشوريان دول مقدسين مهمين جدا طب ما ندرس ايه الحاجات اللي بتدايقهم او بلاش تساعد او تسرع من ضقهم تقولي انت بتقول كلام غريب قوي يعني هما طبيعي حيديقوا وانا هخلي حاجة تسرع اه ايه طبيعي حيديقوا مع السن في حاجة اسمها تصلب شرايين دي زهر طبيعي مع السن تصلب شرايين بقى انا شوريان رجلي دلوقتي زي وانا سني 15 سنة بقى انا شوريان الاورت عندي زي وانا سني 20 سنة لا يمكن فالشرايين بطبيعتها بالعمر بس هذا الضيق زي بالظبط بني ادم شعره بيض انت لو شفتني شعري ابيض مش هتسرخ مش هتسرخ تقول اه شعره ماشي مع سنه انما لو ولد سنه 15 سنة ليه شعره بيض اسرخ ايه ده ايه اللي شيبك يا ابني في سن 15 و 20 فالتصلب ان كان ماشي بالعقل مع السن ماشي يا سيدي موافقين يعني ضيق معقول بتاع سني ماشي انما في حاجات لو انا احميك منها ما تسرعش بالضيق احنا اتفقنا ان الضيق ظاهرة حتحصل حتحصل مع السن طب ما جايز تحصل بسرعة يبقى ضيق عن سنه 40 سنة ايه الحاجات اللي تضيق الشوريان التاجي بسرعة واحد السكر اتنين الضغط العالي تلاتة الكوليسترول التلاتة اللي هي قالتهم في الرسالة تلاتة اللي قالتهم في الرسالة هي بتقول عندها سكر والدتها وعندها ضغط وعندها كوليسترول تلاتة دول يسرعوا بضيق الشوريان التاجي في حاجات تانية تسرع طبعا طبعا اسرة سيئة السمع في القلب لا اسرة سيئة السمع الاب عامل قلب مفتوح والام متت فجأة والاخ حط الدعمتين لا دي اسرة سيئة سمع جدا دي اسرة سيئة السمع جدا ده نادي اخاف عليه جدا ان الشوريان يضيق بسرعة خطير خطير جدا طبعا نحط فوق دول ايه بقى اللي بيعصبني وبينرفزني التدخين التدخين احد العوامل الاساسية في ضيق الشوريان التاجي انا كنت في احتفال لاحد المستشفيات الخاصة البديعة مستشفى جميلة جدا مش خاصة مستشفى خيرية لعلاج حاجات معينة مش عايز طبعا اقول كده لقيت واحد جاي يسلم علي يقول لي انت الدكتور حسن موافق قطوله ايه قال لي ده انت بتخرب بيتي قطوله انا انا اخرب بيتك وراجل محترم جدا سمعني هو دلوقتي قطوله انا انت بتخرب بيتي مع كل برنامج بتاعك بتخرب بيتي قطوله حرك مين قال لي انا رئيس مجلس ادارة الشركة الشرقية للدخان اكتر حاجة عجبتني طبعا عادنا نضحك وتعرفت عليه وخدت كارت وبقيت اتكلمه اكتر حاجة عجبتني في هذه اللقاء ايه قال لي تخيل انا ما بدخنش قطوله فعلا قال لي والله العظيمة بدخن رئيس مجلس ادارة الشركة الشرقية للدخان اكبر شركات الدخان في مصر لا يدخل لماذا يعلم جيدا اضرار التدخين درستطوب مع الوقت